موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز وأهم ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نبدأها بالعنوين في أول تصريح له عقب منعه من دخول المحكمة رئيس استئناف عدن يقول نجينا من كارثة ولا يمكننا أن نعمل إلا في بيئة آمنة إحياء الذكرى الثانية لضحايا سجن هران على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى موقع إخباري يتساءل ما الدور الذي يمكن أن تقوم به ألمانيا لحل أزمة اليمن موسيقى طلاب يمنيون يقولون لصحيفة عربية انتهينا من عام الامتحان بلا دراسة موسيقى أهلا بكم في الذكرى الثانية لاستشهاد مراسل قناة بالقس في ذمار عبدالله قابل وزميله يوسف العيزر مع مجموعة من الأبرياء فيما عرف بجريمة سجن هران ما زالت محافظة ذمار في يد ميليشيا الحوثي ويصعب إحياء الذكرى على أرضها ونظرا لذلك لاجأ ناشطون وفق موقع الصحوانت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الثانية لمذبحة هران بمحافظة ذمار وتدشين الحملة الإلكترونية التضامنية الثانية مع أسر الضحايا في جميع مواقع التواصل والمنصات التفاعلية على شبكة الانترنت يقول أحد منظمي الحملة أن مذبحة هران أصبحت مناسبة مهمة خالدة في الأذهان كذكرى سنوية مؤلمة لواحدة من أبشع الجرائم التي طالت المدنيين في هذا الصراع الدائر في اليمن من مارس 2015 وسقط فيها أكثر من ثمانية وثلاثين شهيدا وعشرات الجرح الآخرين يتابع الموقع تتهم كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ميليشيا الحوث والمخلوع في محافظة ذمار بارتكاب هذه المجزرة البشعة باتخاذها عشرات المعتقلين لديها كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر واحتجازهم في مكان هدد التحالف مسبقا بقصفه موقع الاشتراك نت عنون بخصوص ما تعرض له ثلاثة صحفيين في عدن وقال اعتقال ثلاثة صحفيين بعدن قالت التفاصيل اعتقل أفراد من الحرس الرئاسي عصر الثلاثاء الصحفيين هاني الجنيد وحسام ردمان وماجد الشعيبي في مدينة عدن جنوبية البلاد وقالت مصادر مقربة من الصحفيين للاشتراك نت أن الثلاثة كانوا خارجين من عزاء أمجد عبد الرحمن الذي اغطيل برصاص مسلحين مجهولين في مقهى انسرنت بالشيخ عثمان واضفت المصادر أن المذكورين مروا بجوار جنود يتبعون الحرس الرئاسي بمنطقة كريتر وجرت مجادة كلامية مع الجنود انتهت باعتقالهم وأخذهم إلى معسكر عشرين وجرى خلال الاعتقال التحقيق مع الصحفيين وأخذ ممتلكاتهم الشخصية وهواتفهم النقالة وتفتيشها والاطلاع على كتاباتهم ورسائلهم الخاصة في صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك حسب ما أفاد عدد من أصدقائهم دولة اليمن الجنوبي عائدة تحت هذا العنوان كتب محمد كريشان مقاله المنشور في القدس العربي وقال في إجزاء من المقال لم يكن ينقص اليمن هذا الاعلان الأخير عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل في الحادي عشر من هذا الشهر ككيان سياسي يمثل الجنوب في الداخل والخارج استنادا لما عرف بإعلان عدن التاريخي قبل أسبوع من ذلك خطوة زادت الوضع تعفنا وذلك بعد أن اختلطت قضية عادلة بتوقيت خاطئ مع تحالف غريب يفتح على مستقبل غامض القضية العادلة هي أن جنوب اليمن لم يجد منذ أن التحق بالشمال في دولة الوحدة ولا سيما بعد حرب عام 1994 ما يعطيه مكانته الحقيقية ولا تمثيله المناسب في مراكز صنع القرار كما أنه ظل يعتبر أن الهزيمة التي ألحقت بدولته التقدمية السابقة حملت الكثير من المهانة ومن سلب الخيرات ومن تغول الشمال عليه بعقلية من ظفر بالجنوب كغنيمة حرب هذه القضية وبعد أن ظلت مهملة لقرابة العقدين علجت في جلسات الحوار الوطني بين مختلف الفرق اليمنين بعد رحيل نظام صالح واستقر الأمر في النهاية على اختيار نموذج الدولة الاتحادية بنظام إقليمي يعطي للجنوب خصوصيته وحقه مع الاحتفاظ بكيان الدولة الواحدة أما التوقيت الخطأ فهو أن هؤلاء الذين سارعوا إلى تكوين هذا الكيان السياسي الجنوبي بمجرد عزلهم من مناصبهم للمفارقة إنما فعلوا ذلك وهم يعلمون تماما أن هذه الصيغة الوطنية التوافقية التي شاركوهم في صياغتها لم يكتب لها أن ترى النور بفعل انقلاب الحوثين على الشرعية ودخول البلد في أتون حرب استدعت بدورها تدخلا عربيا لم يستطع إلى الآن حسم الأمور مطلع الأسبوع توجه رئيس محكبة الاستئناف عدن القاضي فاهم الحضرمي لمزاولة عمله في مقر المحكمة وحيد وصوله أقدم مسلحون على منعه من الدخول وفي تصريح له نشره موقع عدن تايم قال الحضرمي إن المشكلة تكمن في قضاء وقتنا في البحث عن القضاء ثم مهاجمته إذا ما حصلنا عليه وهذه هي الكارثة بعينها وأضاف رئيس محكمة الاستئناف عدن هناك كثير من من كانوا يريدون عوضة القضاء مع عدم معرفتهم بأن القضاء لا يعمل إلا في بيئة آمنة بعد جهود مضنية توكلنا على الله وأعدنا العمل في عدد من المحاكم رغم الإمكانات الصعبة يقول القاضي مضيفا رغم كل الوعود التي قدمت لنا والتي لم نفلح في شيء منها حتى اللحظة ولذلك ظلت مقرات القضاء مهدمة والموارد المالية غائبة مع قلة الإمكانات التي لا تليق ومكانت القضاء وتعليقا على حادثة منعه من دخول المحكمة اكتفى فهيم بالقول يكفي ما حصل ولولا تدخل قوات الحماية والأهل ووجود وكيل وزارة الداخلية لحصلت كارثة ولكانوا داسوا على القضاء ولكننا أبينا إلا أن نقف بقوة وفتحنا المحكمة وقلنا لن نستسلم حتى نعيد الدولة نعيد للدولة مكانتها وعدا وأهلها أحق أن نعمل من أجلهم خلافا لكثيرين يطرح الكاتب أحمد عثمان وجهة نظر مغايرة يدعو فيها إلى الصمت وقد كتب مقالا في يمن مونتر بعنوان الدخل وفي دورة صمت قال فيه عندما تتعامل مع قضايا الوطن باستخفاف يهبط إحساسك بالانتماء وتبتعد عن أدوات الضبط المتزنة إلى أدوات ضبط منفلتة تتميز بالخفة والطيش واللا مبالاة محاولا استخدام أحلام الوطن وأوجاع الناس ليس من أجل تحقيق هذا الحلم العام ولا تخفيف ذاك الألم بل لأجل تحقيق نزوات صغيرة تتحول كل تلك إلى أدوات تخريب هي أقرب إلى العاهة والمرض المزمن لتتحول من مواطن إلى وباء معد وبؤرة لتصدير السموم وتعطيل مسيرة الوطن وإرباك الرؤية وخدمة الأعداء هنا يكون أفضل شيء لهذه الحالة هو التوقف ويكون الواجب الوطني والديني هو أن تعير وطنك صمتك لتقدم أكبر خدمة لوطنك وأهلك وإنقاذا لنفسك من أن تبتلعك لسانك إلى الهاوية قل خيرا أو اصمت اصمت عندما يكون الكلام عندك ثرثرة مضرة وتعبيرا عن عوار روحي الصمت هنا يكون وسيلة خدمة وطنية إذا تعذر ضبط القول بميزان المصلحة العامة فمن يدري قد تخرج من دورة الصمت إنسان آخر إنسان نافع ومفيد وكلمتك تزن بلدا وترفعك دنيا وآخرة بدلا من أن تنحدر بالاستخدام سيئي للكلمة إلى أسفل سافلين في الدنيا ومنها إلى قاعر جهنم أعتقد أن الكثير من الصحفيين والإعلاميين هم أحوج الناس إلى التشافي بالصمت والدخول بدورة صمت مصحوبة بنفس طويل وتأمل عميق الكلمة سر الخلق ومحرك الكون ما الدور الذي يمكن أن تقوم به ألمانيا لحل حالة الوضع في اليمن يتساءل موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية ويحاول الإجابة بالقول إنه من المتوقع أن تلعب ألمانيا دورا بارزا في حل الأزمة اليمنية وتحرك مسار المشاورات المتوقفة منذ العام الماضي خاصة أنها تبعد جغرافيا عن اليمن ولا أطماع لها فيها مقارنة بدول أخرى تريد زيادة نفوذها في المنطقة ويقول الموقع تجري تحركات مكثفة يقوم بها المسؤولون الألمان مع المسؤولين اليمنيين والانقلابيين في ذات الوقت في إطار مساعيهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية يتركز على مبادرة وزير الخارجي الأمريكي السابق جون كيري موقع بوست ينقل عن محللين السياسيين تحذيراتهم من خطورة المساعد الألمانية التي تهدف إلى السلام بعيدا عن المرجعيات الثلاث المعتمدة لوليا وهو ما يعني تفخيخ مستقبل اليمن وتأجيل الحرب إلى سنوات قادمة وتعليقا على قدم العلاقات يقول الموقع ترتبط اليمن بعلاقات وطيدة مع ألمانيا بدأت منذ عام 1927 وتوتدت أواخر ستينيات القرن الماضي وبداية السبعينيات قال مصدر طبي في مدينة تعز إن عدد الإصابات بوباء الكوليرا وصلت إلى عشرين حالة بينما يرجح تزايد المصابين بالوباء الأسرع انتشارا في مدن البلاد هكذا قال موقع المصدر أولاين وقال الدكتور وليد حمود رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الصحية أيضا إنه تم تسجيل ثمان إصابات واثنى عشر حالة أو إصابة خلال الأيام الماضية من جهة قال مدير مكتب الصحة عبد الرحيم السامعي إن فرقا مختصة دشنت عمليات التعقيم لعديد من الأبار بمدينة تعز لمنع انتشار وباء الكوليرا وإن الفرق قامت بتعقيم آبار ارتوازية وخزانة مياه وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد الحرب تضيع عاما آخر دون جدوى تعليمية بهذا عنوانت صحيفة العرب الجديد وقالت أيضا يشعر الطفل حسين درهم بالفرحة لقدوم الإجازة السنوية بعد إنهائه امتحان الصف التاسع الأساسي في محافظة دمار كونه تخلص من مجرد التزام يومي لم يشعر بأنه كان يستفيد منه شيئا ويقول حسين لم نكن نتعلم خلال معظم العام الدراسي بسبب تغيب المدرسين أو حضورهم دون أن يلقوا دروسا بسبب عدم مرتباتهم وفي البيت لم أتمكن من المذاكرة بسبب ذهب لتدبير مياه لأسرة من حي مجاور ولضعف الإنارة ليلا تضيف الصحيفة انقضى إبريل الماضي منهيا العام الدراسي لتلاميذ فصول النقل في المدارس اليمنية بعد أدائهم امتحاناتهم النهائية غير أنهم يشعرون بأن العام الدراسي الحالي ضاع دون جدوى تعليمية للعام الثاني على التوالي بسبب ظروف الحرب المعلم عادل أبو علي يقول للعرب الجديد إن طول فترة انقطاع الرواتب وضع الجميع وبينهم التلاميذ أمام الأمر الواقع بحيث صار أكثر المعلمين التزاما يستمر في عمله لكنه صار مضغوطا نفسيا وذا سلوك منفعل مع طلابه أو غير مبال لجودة عمله في كثير من الأحوال صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن الأجهزة الأمنية أفشلت هجوما على معسكر قوات خفر السواحل في مديرية خور مكسر شرق مدينة عدن مصدر أمني أفاد بأن خبراء متفجيرات تمكنوا من إبطال عبوة ناسفة ناسفة صنع محلي تم زرعها في أسفل سيارة تابعة في المعسكر وأن العناصر الإرهابية كانت تستعد لتفجيرها عن بعد تزامنا مع تجمع العشرات من الجنود الذين يتوافدون منذ يومين لتسلم مرتباتهم الشهرية في المعسكر المصدر أشار إلى أن جنودا تمكنوا من كشف العبوة التي تم وضعها داخل علبة بلاستيكية وإلساقها أسفل السيارة موضحا أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة ويجري تعقب العناصر الإرهابية التي حاولت تنفيذ الهجوم أمنيا ومن عدن أيضا تقول صحيفة القدس العربي إنه سلطة عدن أو أن سلطة عدن ألقت القبض على قيادي في تنظيم القاعدة بمدينة الشيخ عثمان متخفيا بملابس نسائية قال مصدر للقدس العربي إن فريق مكافحة الإرهاب التابع لشرطة عدن تمكن من القبض على أسامة الزبح القيادي أو أي الزبح في تنظيم القاعدة في أحد شوارع مدينة الشيخ عثمان وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه يعد زرح المتهمة الأولة في تنفيذ عدة اغتيالات استهدفت رجال أمن وقيادات في المقاومة الشعبية ورجال دين وسيخضع للتحقيقات خلال الساعات المقبلة اليمن الانفصال انقلاب آخر تحت هذا العنوان كتب أحمد راشد بن سعيد مقاله المنشور في صحيفة العرب وأضاف في أجزاء من اليمن تاريخيا بلد واحد غير مقسم والتقسيم إضعاف لهذا البلد وتشتيت لشعبه وفتح أبوابه لتدخلات عسكرية وقواعد أجنبية وطرابات وحروب قد تكون أسوأ من وضعه إبان الانفصال القديم في الستينيات والسبعينيات وبينما يتجه العالم إلى التجمعات والتكتلات فليس من المعقول توقع أي شيء جابي من تقسيم المقسم في عالم عربي مبتلى أصلا بداء التشرذم وفق خطوط عرقية أو طائفية لاقت الخطوة الانفصالية رفضا يمنيا وإقليميا ودوليا فليست هي الحلم الذي ينشده اليمنيون ولا المستقبل الذي يتطلعون إليه بعد كل هذه التضحيات بل إنها ستزيد الطين بلة وستنصب الزيت على النار الانقلاب في الشمال لن يحلهم فصال في الجنوب والميليشيات التي تعربد في صنعاء لن تردعها ميليشيات أخرى في عدن والسعودية التي تولت عملية عاصفة الحزم ليس من مصلحتها التعامل مع يمنيين متناحرين تتقاسمهما تدخلات وتجاذبات لقوى أجنبية وحدة اليمن أرضا وشعبا كانت وما زال هدف استراتيجي للتحالف العربي لاستعادة الشرعية والتقسيم بغض النظر عن شعارات الاستقلال وحق تقرير المصير وصف لمزيد من الكوارث مع بدء عمليات عاصفة الحزم كان للتحالف بقيادة السعودية أهداف ثلاثة واضحة وحدة الجمهورية اليمنية أرضا وشعبا إفشال اختطاف اليمن على يد الحوثي صالح وإجهاض التمدد الإيراني في المنطقة وإذا كان التحالف يعلم من يقف وراء الانقلابين فيجب أن يعلم من يقف وراء الانفصالين فالخيانة واحدة وإن اختلفت الأياد والوجوه وفي نهاية المطاف لن يرضى التحالف الذي سيعيد الوجه العربي والإسلامي إلى اليمن بهضم حق أي جزء منه وسيساعد الشعب اليمن على تجاوز المحنة وآتارها في ظل وحدة نسيجه الاجتماعي وترابه الوطني شبكة البي بي سي ذكرت بأن العالم على أعتاب اختراع أخف قمر صناعي في العالم حيث ابتكر فتى هندي ما يعتقد أنه سيكون أخف قمر صناعي في العالم وسيطلق إلى مداره من أحدى منشآت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالولايات المتحدة في يونيو المقبل يقول الفتى الهندي البالغ من العمر 18 عاما إن الغرض الأساسي من ابتكاره هو التحقق من مستوى أداء ألياف الكربون المصنوعة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد وقال شارلوك لوسائل الأعلام المحلية إن ابتكاره سيطلق إلى الفضاء في رحلة غير مكتملة المدار مدتها أربع ساعات وخلال وقت الرحلة سيعمل القمر الصناعي خفيف الوزن لمدة 12 دقيقة في بيئة فضائية ذات جاذبية ضئيلة وأضاف شارلوك لقد صممناه من الصفر وسيلحق به نوع جديد من الكمبيوتر بالإضافة إلى ثمانية مستشعرات لقياس التسارع والتناوب ومغناطسية الأرض كشفت دراسة حديثة أن الناس لا يفضلون التعامل مع الأشخاص الذين يبدو عليهم أنهم لم يأخذوا قسطاً كافياً من النوم وفي دورية أوبين ساينز للجمعية الملكية البريطانية رجح باحثون أن سبب تجنب هؤلاء الأشخاص للناعسين بصورة لا شعورية هو الرغبة في حماية أنفسهم من الإصابة بأمراض معضية على سبيل المثال وكان الباحثون بقيادة تينا سندلين من معهد كارلولينيسكا في العاصمة السويدية سوكهولم قد أثبتوا قبل بضع سنوات أن الأشخاص الذين يظلون مستيقظين لفترة طويلة أي 31 ساعة عقب ليلة نوم قصيرة ينظر إليهم على أنهم غير جدابين وغير أصحاء ومجهدون وفي دراستهم الحديثة أراد الباحثون معرفة إلى أي مدى يؤثر نقص النوم على التفاعل الخارجي للأفراد وتبين من خلال التقييم أن الأشخاص الذين لم يأخذوا قسطاً كافياً من النوم لم يكونوا محبوبين وبدأ على ملامحهم الإنهاك جراء قرلة النوم على أنهم أقل جاذبية وصحة بعد الثورة الفرنسية التي اندلعت العام 1789 جلس على اليسار نواب الجمعية الوطنية الذين دعموا المكاسب الثورية في حين تجمع على اليمين أولئك الذين عارضوا تلك المكاسب وكانوا يتحرقون شوقاً إلى عودة النظام الملكي القديم والكنيسة ومنذ ذلك الحين نشأ المصطلحان السياسيان اليسار واليمين هكذا يبدأ أستاذ ديمقراطية وحقوق الإنسان والصحافة في كلية بارد ومؤلف كتاب جريمة قتل في أمستردام أيام بورما مقاله الذي أعادت صحيفة الغد نشرة أشار العديد من المعلقين على الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى أن هذا التصنيف لم يعد يثنسب مع السياسة المعاصرة في فرنسا أو في أي مكان آخر في واقع الأمر ويفتخر إمانويل ماكرون بأنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار لا شك أن شيئاً ما تحول في العقود الأخيرة من القرن العشرين فقد بدأت أحزاب اليسار تخسر قاعدتها بين أبناء الطبقة العاملة الصناعية في بعض البلدان بسرعة أكبر من غيرها وأصبحت إعادة توزيع الثروة تدريجياً أقل أهمية من التحرير الاجتماعي للأقليات العرقية كان المدافعون عن الجمهورية الفرنسية والذين تعاملوا بجدية مع مبادئ الحرية والمساواة والإخاء يرون في المواطنة مفهوماً قانونياً وليس مفهوماً قائماً على الدم والتربة وكانوا يؤمنون بالمؤسسات أكثر من إيمانهم بالتقاليد لمقدسة وبالدولة وليس الشفينية وكان الكابتن ألفريد دريفوس الضابط اليهودي الذي اتهم زوراً بالخيانة في العام 1894 شخصية استقطابية في فرنسا لأن خصومه رأوا فيه رمزاً للتدهور الوطني رمزاً لأمة تهدد هويتها المقدسة دماء أجنبية غريبة وعلى نحو ثابت كان عداء السامية غيرهم من أنصار منظور الدم والتربة للمجتمع يرون في المصرفيين القسات القلوب عدواً للشعب الحقيقي الذي يتألف من الأشخاص العاديين المحترمين ومن هذا المنظور يصبح ماكرون الذي كان حقاً مصرفياً لدى روتشيلد والذي يؤمن بالحدود المفتوحة والمؤسسات الدولية رجلاً من اليسار جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون من صحيفة الديلي تليغراف والتي نشرت مجموعة تصور من مختلف أنحاء العالم لأشكال اعتبرتها تمثيلاً للفن لتعبع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر